أسباب متعددة وراء الطباطئ الاقتصادي في قطاع الاستثمار العقاري في الأردن وهو ما ظهر واضحاً في التقرير الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة بانخفاض أعداد الشقاق المباعة خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 السبب الرئيسي لهذه المعاناة هو ارتفاع كلها في العقار وتدني القدرة الشرائية لدى العديد أو معظم المشترين الأردنيين اللي بحاجة لشقاق لا يستطيعوا أن يتماشوا مع أسعار الفائدة مع أسعار العقار وحذر مسؤولون من خطورة عدم الإسراع بإقرار ما يساعد على حل هذه المشكلة التي تطال أصحاب العمل والمستثمرين والمواطنين على حد سواء الآن مع التعديلات التي حصلت عن نظام الأبنية بدأ القطاع ينتعيش بصراحة لكن احنا بدنا دفعة قوية حتى تحصل هذه الدفعة القوية لا بد من الإسراع في تخفيض الفوائد على القروض السكنية وتخفيض رسوم الأراضي أما عن التأثير الاقتصادي فأكثر من ثلاثين قطاع يدخلوا في صناعة الإنشاءات ويؤثروا في نسب مشاركته في الناتج المحلي بحسب محللين سينعكس ذلك على مدخلات المصانع التي تنتج والتي تساهم في هذه العملية وبالتالي ما نشاهده اليوم في انخفاض معدلات أو تباطئ معدلات النمو الاقتصادي هو نتيجة لذلك وبالتالي يوجد فرص عمل سوف يتم فقدانها يوجد أثار أيضا على حركة الطلب على التسهيلات لقطاع العقار الإجراءات المتبعة من دائرة الأراضي والمساحة قد تساهم في رفع عدد الشقاق المبيعة والتي انخفضت بشكل ملحوظ ولا تزال قائمة لآخر هذا العام القرار الإعفاء المتعلق بتخفيض الرسوم على امتلاك الشقاق فعال لغاية نهاية السنة هل لا أثر وهو يفترض أنه أثر هذا القرار يزيد حركة التداول على الشقاق حالة من الترقب القلق بين أوصات المتابعين لسوق العقار في الأردن ممزوجة بآمل في حلول فصل الصيف الذي يرتبط عادة بطلب نشيط من قبل الأردنيين العائدين من الخارج رعي يعقوب الغد عمان ترجمة نانسي قنقر